اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برنامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والانشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم باذن الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما حديثنا اليوم فهو عن موضوع السعادة التي يبحث عنها الكثير ويطلبها الكثير وهي التي أشغلت الكثير وبحث عنه الكثير فالسعادة قد أرشد إليها العلماء وقالوا إن السعادة في خمسة أمور قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أحاديث فأما الحديث الأول فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده وقوة يومه كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها فنأخذ من هذا الحديث أولا الأمن والأمان والثاني الصحة في الأبدان والثالث وقوة الأيام فمن كان له هذه الأمور الثلاثة كان في سعادة في حياته وكان في شيء من السعادة وكلما نقص شيء منها نقص شيء من سعادته فأي نعمة أفضل من أن يكون الإنسان في أمن وأمان فإن في الأمن بعد توفيق الله عز وجل يستطيع المسلم أن يتعبد الله عز وجل وأن يقيم شعائر دينه وكذلك في الصحة في الأبدان فإن العبد إذا كان على صحة في البدن كان في نوع من أنواع السعادة في هذه الدنيا وكذلك إذا وجد قوة يومه كان في راحة وسعادة ونضرب لذلك أمثل أخوان الكرام لو أن الإنسان كان عنده أمن وأمان وصحة في الأبدان ولكن لا يجد قوة يومه لا شك أن في حياته شيء من النقص فسيبحث عن كماله ويبحث عن هذا الرزق وكذلك لو أن العبد كان عنده من الصحة وعنده رزقه ولكن لا يجد الأمن لا شك أنه لن ينعم بما بين يديه من صحة وقوة يومه وكذلك لو أن الإنسان كان عنده أمن وأمان وعنده قوة الأيام ولكن لا يجد الصحة في البدن لا شك أنه سيجد نقصا في حياته ويبحث عند الأطباء حتى يكمل هذا النقص ويجد صحته فالعبد إذا وجد هذه الثلاث في حياته فليعلم أنه في شيء من السعادة إن كان عنده أمن وأمان وصحة في الأبدان وقوة الأيام قد كان في شيء من السعادة هذه ثلاثة أمور ويبقى أمرين حتى تكمل السعادة للعبد في هذه الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فنأخذ من هذا الحديث ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفلاح والفلاح هو الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة وأول الفلاح أن يكون الإنسان مسلما وهذا الأمر الرابع فأي نعمة هي للعبد خير من هذه النعمة فنعمة الإسلام أنت تصبح وتمسي على نعمة الإسلام وعلى يقين بالله عز وجل ولا تخشى شيء إنما تعلم أن أمرك بيد الله عز وجل وغيرك يصبح ويمسي في شك وكذلك في مخاوف من هذه الدنيا وأنت مؤمن بقضاء الله وقدره فنعمة الإسلام نعمة عظيمة كيف لا يكون ذلك وأنت تعبد رب السماوات والأرض وغيرك يعبد الأحجار والنيران ويعبد الفئران بل حتى والبقر فأي نعمة تضاهي نعمة الإسلام للعبد وكذلك في الحديث ورزقه كفافا أي لا له ولا عليه وفي الأمر الثالث الذي نأخذ منه الأمر الخامس وقنعه الله بما أته القناعة هي الأمر الخامس لأسباب السعادة فنكون بهذه الحديثين عرفنا أسباب السعادة الخمس الأمن والأمان والصحة في الأبدان وقوت الأيام وكذلك الإسلام والقناعة ولكن يبقى إخواني الكرام السؤال كثير مننا يجد الأمن والأمان والصحة في الأبدان وقوت الأيام وكذلك الإسلام ولا يكون في سعادة لماذا لا يكون في سعادة؟ لأننا في الغالب إخواني الكرام لم نحقق الأمر الخامس ألا وهو القناعة فإذا حققنا القناعة كنا على سعادة في الدنيا فالقناعة هي السعادة الحقيقية فكيف السبيل إلى هذه القناعة؟ السبيل إليها إخواني الكرام كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم فبالنظرة هذه ترزق القناعة فإذا نظر العبد إلى من هو دونه علم نعمة الله عليه فشكرها فكان سعيدا ونضرب لذلك أمثلة غيرنا يسكن الخيام ويسكن الساحات والبر وأنت تنعم بأمن وأمان في بلدك غيرنا ينام في الليل يخشى أن تأتي الحرب في الصباح ونحن ولله الحمد نتجهز لما نعمل في الصباح وهذه من نعم الأمن والأمان بعد توفيق الله عز وجل وكذلك الصحة في البدن إذا نظرت إلى المرضى علمت نعمة الله عليك وغيرك يذهب إلى المشفى دائما وأبد يريد علاجا لما يراه من مرض وكذلك أنت تنعم بنعم قوت الأيام بل يرجع الواحد منا من عمله فلا يريد طعام أهل بيته ويذهب ويتصل بالمطعم وغيره فهذا دليل على أن الله أنعم علينا نعما كثيرة وكذلك إذا نظرت إلى نعمة الإسلام فالله عز وجل قد جعلك مؤمنا وغيرك على غير ملة الإسلام وأيضا هذه النظرة لو نظرت فيها وأنت عندك من القصور ما عندك ونضرب لذلك مثال لو أنك كنت مريضا وتشتكي مثلا ألم قدمك ونظرت إلى من هو أسفل منك لراضيت بحالك وكنت من السعداء غيرك مقعد وكذلك إذا كنت تشتكي مرضى النظر فإذا نظرت إلى الأعمى علمت نعمة الله عليك فشكرت الله عز وجل فكنت من السعداء وهذه يا أخواني الكرام هي النظرة الحقيقية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسعد في الدنيا والآخرة وإن هذه النظرة هي النظرة الحقيقية الصحيحة التي لا بد أن ننظر لها في هذه الدنيا فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار المقر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا أن ننظر إلى من هو أسفل منه ولا ننظر إلى من هو فوقنا حتى لا نيأسه ولا نأسى على ما يفوتنا من الدنيا وإن أتانا خير شكرنا وإن أتانا ما لا نريده صبرنا فهذه هي النظرة الحقيقية لهذه الدنيا والقناعة هي السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا وإياكم القناعة وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر